موسيقى هنلاقي حتة متلونة باللون الأزرق وحتة باللون الأصفر الأزرق ده يبقى مية والأصفر ده اسمه يابس يعني إيه يابس؟ يعني أرض صلبة اللي بنمشي عليها وبنبنى عليها البيوت وبنبنى عليها مدارسنا وده بنسميه قارة بنسميه إيه قارة؟ يبقى القارة هي مساحة واسعة من اليابس بتضم عدد من الدول داخلها طيب عندي كام حتة صفرة على الخريطة؟ تعالوا نعدهم مع بعض هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ايه أسميهم بها؟ دي آسيا ودي أوروبا ودي أفريقيا ودول اكتشافهم الإنسان في الزمان وعاش فيهم عشان كده بنسميهم قارات العالم القديم وهنا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا أنت ريكتيكا أنت ريكتيكا ودي عش فيها الإنسان حديثا علشان كده بنسميها قارات العالم الجديد يبقى عندنا قارات العالم القديم وهي قارات سكن فيها الإنسان وعمرها قديما اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وقارات العالم الجديد إيه هي؟ قارات سكن فيها الإنسان وعمرها حديثا اللي هي أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أستراليا أنت ريكتيكا مصر بقى بتقع في أنهي قارة تقع مصر في قارة أفريقيا تعالوا بينا نشوفها على الخريطة دي خريطة اسمها خريطة قارة أفريقيا وده الشمال وده الجنوب وده الشرق وده الغرب ومصر بتقع هنا يبقى مصر بتقع فين بالذب؟ بروف عليكم في الرقم الشمال الشرقي طيب لما بنينا نبص على مصر هنلاقي في الشمال في بحر ده اسمه إيه؟ البحر المتوسط وفي الشرق ده بحر تاني بنسميه البحر الأحمر يبقى مصر بتبص على أو تطل على بحرين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا وبكده وصلنا لأهمية موقع مصر لو جينا بصينا على مصر على الخريطة هنلاقيها بتقع في وسط ثلاث قرات هما آسيا أفريقيا أوروبا قولنا قبل كده إن دول قرات العالم القديم يبقى لما نيجي نقول إيه هي أهمية موقع مصر رقم واحد تتوسط قرات العالم القديم اللي هو آسيا وأفريقيا وأوروبا نمر اتنين إحنا قولنا إن مصر بتطل على بحرين البحر المتوسط والبحر الأحمر لو بصينا على الخريطة هنلاقي فيه قناة بتوصل ما بينهم دي بنسميها قناة السويس وبكده دي تبقى تاني حاجة في أهمية موقع مصر حفر قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط طب هي قناة السويس دي مهمة أقول لك آه طبعا مهمة ليه بقى علشان بتمر فيها السفن المحملة بالبضائع والبترول ودي لما بتمر على مصر بناخد عليها إيه فروت يبقى دي بنسميها أهمية موقع مصر في سؤال دايما يجي يقول لك ما النتائج المترتبة على أهمية موقع مصر الإيابة بتاعته زيادة الأطماء في السيطرة على مصر غبر التاريخ ودلوقتي إياد فقرتنا مع محافظتنا اليميلة اللي هي محافظة المينيا معلومة النهاردة بتقول مساحة محافظة المينيا حوالي 32 ألف كيلو متر مربع وعدد السكان حسب التعداد اللي حصل في 2006 حوالي 3.600.000 نسمة وشكرا على استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة وبالنجاح والتوفيق